وزي ما كنا بنقول وحنفضل نقول الأهلي كان حديث الساعة في الصحف العالمية طبعا زي ما قلنا الموضوع هنا مش فكرة مواجهة عربية وخلاص لا انت بتقابل يعني فريق فيه نجوم عظيمة جدا وتقيلة جدا والموضوع كان ليه أصدق كمان كبيرة يعني انت لما تيجي مثلا نروح ليه أول صحيفة معانا هي ماركة الإسبانية تحدثت كده تحديدا قالت الأهلي بيقصي اتحاد جدا والشناوي بيتصدى ليه بنزيمة والشحات وقهرباء يتقلقان نفس برضو الأمر كانت صحيفة هنا سبورت الكتالونية قالت ايه قالت او تحدثت عن اقصاء بنزيمة ونجوم الاتحاد رغم قوتهم الشرائية دي النقطة اللي أنا وكريم اتكلمنا وحضراتكم عليها فكرة رأس المال مش دايما بيحدد النجاح أبدا أبدا يعني ماروش علاقة رأس المال أثبت نجاحه حتى عالميا في بعض الأندية وعلى الصعيد التاني لأ يعني منشستر سيتي ممكن تقول آه بي أس جي مثلا لا بريس سان جرمال ما أثبتش النجاح وهكذا حتى في صفقات يعني على الصعيد الفردي برضو في صفقات بأرقام كبيرة جدا نجحته صفقات لأ فرأس المال لوحده مش كفاية هي دي النقطة الأساسية اللقطة كمان هنا احنا بنتكلم ان كان فيه فيديو تحديدا لبنزيمة وأنا شوية مختلفة مع اللي قاله بس يعني أوكي قال لك أنا مش عارف الأهلي لكن وجوده في البطولة يعني أنه قوي أنا مش عارف ازاي برضو لعب عالمي كبير متابع العالم والقرى العالمية يبقى مش عارف نادي بحاجة من نادي الأهلي بس انت مش بتكلم عن نادي يعني محترامي الشديد حتكلم فنيا قليل مثلا مش مديامة مثلا يعني فهم أو يونج أفريكنز مثلا يعني احنا بنتكلم عن نادي الأهلي يعني مش بقلل منهم بس انا بتكلم تاريخيا ونسب مشاركة في بطولات عالمية وإفريقية وهكذا ممكن نبقى مش عارفه لكن النادي الأهلي لما أنت مش متابعك كريم بن زيمة يعني ثالث العالم قبل كده ورابع العالم قبل كده وأكتر من مرة ثالث العالم يبقى أنت فعلا مش متابع بقى ولا أنا غلطانة بصي لو افترضنا يعني معلش زي ما تعرفش النادي الأهلي لو افترضنا جادة لأنه كان صادق في اللي هو بيقوله ده وأنه ما يعرفش النادي الأهلي أعتقد أنه خد ما يكفي من الفكرة يعني عارف فكرة كافية جدا عن النادي الأهلي يعني عارف يلش الناوي ويعرف حاجات كتيرة قوي باستبع الان هرجع اقول تاني تأكيد يعني صوتنا مش هيوصل لكريم بن زيمة بس يعني احنا بنرد بالمنطق يعني ازاي برضو لاعب عالمي ما يعرفش مين واخد كاس العالم للاندية اكتر من مرة كتصنيف تالت واخيرها رابع فيعني على كل حال همشيها كده بس فعلا زي ما انت بتقول ادي عارف يعني مش عارف اقول لحضراتكم بيه الحقيقة واحنا في الفاصل نهود نقل التعمير في منتهى البلاغ يالي في الدنيا هو نفس المحتوى اللي هي قلته لحضراتكم دلوقتي بس بسيغة اكتر اقتضابا يعني واحنا في الفاصل بتقول بقى يا كريم بن زيمة مش عارف الاهلي ماشي يا بنزو كانت بنيغة جدا بنزو خد فكرة وحيقل عمل اللي جاي بعد كده ان شاء الله في حل وجوده فأي ماتش ضد النادي الاهلي يعني فكرة طبعا صحب كتير الحقيقة وقفت عند هذا اللقاء اللي حقيقة كل اشاد باداء النادي الاهلي وكلم كتيرة الف جرائد كتيرة من ضمنها على فكرة صحيفة جارديون البريطانية قالت ان النادي الاهلي بصوا بقى حضرتكم المصطلح ده ارسل الاتحاد خارج مونديال الاندية وطبعا كان فيه اشارة لركلة الجزاء المهضرة من كريم بن زيمة وعرابة الصحيفة كمان عن دهشتها من خسارة كتيبة الاتحاد رغم امتلاكه مجموعة من اهم نجوم العالم بقيادة بن زيمة وكانتي وفابيني وطبعا بالاضافة لاستضافة الحدث كون الفريق هو حامل لقب الدوري السعودي وكمان علق موقع اسمه The Atlantic البريطاني هو موقع بريطاني علق على نتيجة هذا اللقاء بصورة لبن زيمة بيتحصر فيها على اهداء على اهدار ركلة الجزاء وكانتي كان بينظر اليه كده نظرة كلها شجل في نهاية الشت الاول وقال كمان الموقع ان كريم بن زيمة بيهدر ركل الجزاء والاهلي يصدم الاتحاد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ويخرجه من كأس العالم للاندية